السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لحنا عرضنا فرص منح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء هتلاقي عليها منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع وي السفر للخارج وكنا عرضنا بعض المواقع لما نخلها تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة وكنا كمان عرضنا فرصة تطوع في فيتنام وكانت هذه الفرصة حصرية عن طريق قناتنا من خلال عملية التقديم والقبول وتم علينا الفائزين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصرية عن طريق قناتنا بالاضافة كمان وفرنا خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة امنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة وحب انوي كمان نجمع رابط جروباتنا على الواتساب جروبنا على الفيسبوك رابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة هتلاقي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة دراسية ممتازة في دولة من الدول الاوروبية القوية هي منحة دراسية في النمسا تمام كده يبقى المنحة لمعانا النهاردة موجودة في دولة النمسا طبعا دولة من الدول القوية جدا في اوروبا الجهة المانحة لمقدمة المنحة دي هي دي اسم الجامعة اللي عرضة الفرصة دي تمام وهي طبعا جامعة من افضل جامعات العالم يعني جامعة قوية جدا آآ الدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة كل دول العالم متاحة للتقديم لو انت من دولة عربية اه دولة افريقية اسيوية تقدر تقدم للفرصة دي من غير وجود اي مشكلة فكل دول العالم متاحة في هذه الفرصة بالنسبة للمرحلة الدراسية هذه الفرصة متاحة لدرجة الماجستير تمام الفرصة دي متاحة لدرجة الماجستير فقط يعني لو انت عايز تدرس درجة البكالريوس او عايز تدرس درجة الدكتوراه غير متاح في هذه المنحة. هي متاحة فقط للناس اللي عايز تدرس ماجستير. والناس اللي درست ماجستير وعايز تدرس ماجستير تاني متاح برضو. ممكن تقدر تقدم في الفرصة دي. تمام? بس اهم شيء ان يكون معاك على الاقل المنموم عشان يأهلك انك تدرس الماجستير في هذه المنحة. يكون معاك الباكالريوس. درجة الباكالريوس على الاقل عشان تقدر انك تكون مؤهل لهذه المنحة. طيب. بالنسبة ليه التمويل في الفرصة دي. تمويل صراحة متاحها ممتاز. يعني كتمويل جامعي ما فوش اه يعني اه مشكلة. تمويل صراحة ممتاز جدا. اه هتاخد حضرتك رسوم الدراسة كاملة بالمجان. يعني اه كل الرسوم الدراسية على حساب المنحة. انت مش تدفع اي شيء خالص. لان الدراسة في هذه الدول بيكون غالية شوية. ولكن انت مش هتدفع اي شيء خالص في هذه اه المنحة. تمام? اه كمان هتاخد راتب شهري خمسمية يورو. هيكون في راتب شهري خمسمية يورو انت هتاخده. اه هم حدده حوالي ستة تلاف يورو في السنة للشخص المقبول اللي هيتقبل في المنحة. يعني انت لو حددتها بالشهر هتطلع لك خمسمية يورو في الشهر هتاخدهم من المنحة كمصاريف لك كمصروف المعيشة ناكو ده مبلغ لحد ما كافي يعني عشان تقدر تنظم بحياتك كناك. لانه طبعا تكون مصاريف الدراسة عليهم وكمان هيكون في راتب شهري. اه بالاضافة كمان هيشمل لك الدراسة في افضل جامعة من جامعات العالم يعني بغض النظر اه عن المرتب الرسوم الدراسية كمان لا ده انت هتدرس في جامعة من افضل جامعات العالم ده خانك تكون متخرج من جامعة من النمسا مسلا زي جامعة دي حاجة مهولة جدا وحاجة بتفتح لك فرص كتير جدا لقدام. اه كمان هنا بقى بالنسبة للتخصصات المتاحة عندنا عدة تخصصات زي آآ زي كومبيوتر انجنيرينج داتا ساينس ميديا آآ لوجيك اند كومبيوتاشن تمام فتقدر تشوف التخصص المناسب ليك وتقدر تقدم عليه. فدي التخصصات اللي هي متاحة لدرجة المجستير في هزي المنح. في ملاحظة عندنا هنا. هزي المنح لا يسابيع حد اقصى للعمر. يعني مش مطلوب فيها حد اقصى للعمر فيه منح. تقول لك لازم المتقدم يكون آآ اقل من تلاتين سنة اقل من خمسة وتلاتين سنة اقل من اربعين سنة. لأ المنحة دي آآ السن مش يعني مش عائق فيها وما فيش حد اقصى للعمر في هزي المنح. آآ كمان لغة الدراسة في هزي المنحة هي اللغة الانجليزية فقط ولا تحتاج معرفة اللغة الالمانية. آآ طبعا هي اللغة في النمسي باستخدامه اللغة الالمانية. آآ ولكن انت في هزي المنحة مش محتاجة تكون بتعرف اللغة الالمانية. انت آآ لو بتعرف تتكلم اللغة الانجليزية. انا عندك المستوىك مسلا متوسط في اللغة الانجليزية. فده كويس جدا. ده بيأهلك للمنحة لان الدراسة هتكون باللغة الانجليزية فقط. آآ بالنسبة هنا لشروط المنحة. ركز معي بقى في الشرط ده عشان مهم جدا. شروط المنحة. هذه المنحة متاحة للاناس فقط من جميع دول العالم. يعني المنحة دي متاحة للاناس وليس للذكور. تمام كده الفتيات والنساء متاح لهم التقديم في هزي الفرصة. ولكن الرجال او الشباب غير متاح لهم التقديم في هزي الفرصة. هي فقط للاناس من اي دولة حول العالم. بالنسبة حضرتك بالي الاوراية المطلوبة في هزي المنحة عندك مجموعة اوراق. لازم انك تبدأ تجهز الاوراق دي عشان تقدم له المنحة. اول حاجة مطلوبة منك هي حاجة اسمها خطاب تغطية. اللي هو كنا ذكرناه في منحة قبل دي. اه اه وقنا خطاب التغطية اللي هو تمام? اه ده يعني ده زي خطاب انت بتكتبه على الورد. وبتبدأ بقى تستعرض فيه اه 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 كل شيء. يعني بكل معين وتأسيم معينة انت بتحول تتبعها. وتقدر تخش على الانترنت وتكتب كيفية عمل خطاب تغطية. تمام? تاني حاجة طبعا الحاجة اللي بتلاقي مطلوبة في كل المنح خطاب انية اللي هو آآ يعني ليه عايز تنضم للمنح وماي الى زلك فلازم بتعمل برضو خطاب انية. وبرضو بيكون يعني بتكتبه على الورد وبيكون في آآ النفس خطاب التغطية. تمام? ولكن الفورم او الترتيب بتاع الخطابين مختلف. يعني في فروق ما بينهم ولكن هم يعتبروا متقربين. طيب. تالت حاجة كمان مطلوبة منك هي السيرة الذاتية اللي هو بتاعك. لازم بتاعك يكون من ضمن الاوراق. كمان لازم تجيب كشف درجات البكالوريوس. اللي هي المرحلة الدراسية الاخيرة بتاعتك. آآ بالنسبة لبكالوريوس لازم تجيب كشف الدرجات. ولو انت في اخر سنة بتجيب كشف درجات السنة الا قبلها. لو انت لسه ما تخرجتش في اخر سنة قبل التخرج. يعني في 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 السنة الاخيرة بتجيب كشف درجات آآ لسنة قبل التخرج. لسنة اللي قبلها بتجيب كشف درجات مختوم من الجامعة بيثبت كل المواد اللي انت درستاه ودرجة كل مادة. آآ كمان مطلوب منك اتنين خطابات توصية. تمام? مطلوبة في هذه المنحة يكون معاك اتنين خطابات توصية في شكل ورقي. آآ الحاجة المطلوبة كمان اي شهادة بتثبت لغة الانجليزية لديك. هنا المنحة دي محددتش بشكل الزامي لازم بقى يكون معاك اي اللي تسويتوه في له الشهادات المعقدة دي. لا. لو انت عندك اي شهادة بتثبت لغة الانجليزية تقدر تقدمها في هذه المنحة. آآ لو انت مثلا حاليا دلوقتي ما عندكش اي شهادة لغة انجليزية آآ الموضوع بسيط. انت ممكن تروح لاي مركز آآ لغات مثلا حتى لو مركز موجود في بلدك. ممكن تعمل امتحان تحديد مستوى. وتقول لهم انا عايز احصل على شهادة في اللغة الانجليزية من خلال تحديد المستوى اللي هيتعمل لي هيمتحنوك امتحان والامتحان ده هيحدده بايه مستوات. وهيطلع لك شهادة بتثبت مستوات في اللغة الانجليزية وبكده يبقى انت معاك شهادة بتثبت اللغة الانجليزية. ده لو في حالة حاليا انت مش معاك شهادة ممكن تعمل الطريقة دي برضو هتكون طريقة سريعة في انك تحصل على شهادة في اللغة الانجليزية. تمام كده? يبقى دي هي الاوراق المطلوبة عشان تقدر تقدم في هذه المنحة. طيب اخر معادل التقديم في هذه المنحة هو ايه? هو تلاتين نوفمبر الفين وعشرين. يعني انت متاح لسه عندك وقت تقدر يعني تجمع كل الاوراق دي وتجاهزها عشان تبقى مستوفي كل الشروق. آآ طيب كيفية التقديم للفرصة دي? عشان تقدم للفرصة دي يجب انك ترسل جميع الاوراق شفتوا الاوراق اللي انا ذكرتها هنا خطاب التغطية والنية وما الى ذلك. هتجمع كل الاوراق دي في ملخ بدي اف واحد وتبعتها على هذا الايميل عشان تقدر تقدم في هذه المنحة. وتكتف في عنوان انوان الرسالة. الرسالة انت تبعت على هذا الايميل تكتب في العنوان عشان يعرفوا انك كده بتقدم لمنحة. تمام? لازم هم ذكروا كده. لازم تكتب كلمة في بتاعت الرسالة. تمام? آآ وهنا في ملحوظة عندنا اللي احمل قناة منح من كل الانوان. بنتيج حملية التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة. يعني لو عايز ان احنا نقدم لك في هذه الفرصة ونغفر لخطاب النية والتغطية وكل هذه الاشياء. فهتلاقي رابط استمارة التواصل معنا موجود في صندوق الوصف اسفل للفيديو. تقدر تملاقه ان شاء الله نتواصل معاك ونساعدك في التقديم بشكل احترافي. ولو حابب انت تقدم بنفسك في هذه المنحة ممكن عادي تتابع شرح الفيديو بتقدم بنفسك مفيش اي مشكلة. آآ وهنا انا هتطلقوا الاعلان الرسمي للمنحة اللي في يعني الكلام اللي انا زكرته هنا باللغة الانجليزية. تعالي افتح الاعلان الرسمي كده. هتلاقي هنا كل التفاصيل اللي انا قلتها موجودة. تمام? كل التفاصيل هتلاقي موجودة دي العلان الرسمي ودي آآ الصفحة بتاعة المؤسسة. تمام? آآ هتلاقي كل التفاصيل هنا هتلاقي بيقول لك الجائزة اللي بيحصل علىها المتقدم بتاخد ست تلاف يورو في آآ في السنة. تمام? آآ في السنة الوحدة وهي الدراسة لمدة سنتين كل سنة تاخد ست تلاف يورو. الست تلاف يعني زي ما كنا حسبناه اللي هي خمسمائة دولار في خمسمائة يورو في الشهر. تمام? كمان هتاخد اللي هي اللي هي الرسوم الدراسية كاملة آآ يعني على حساب الجمع. وهنا التخصصات زي ما كنا ذكرنا آآ فهتلاقي كل شيء هنا وهنا بيكلمك بقى في شروط التقديم. او الشروط اللي يجب ان تكون متوفرة في المتقدم. آآ زي ما كنا وضحنا انها للفيميل فقط هتلاقي حاجة اسمها في يعني للطلاب الاناس فقط. وهنا بقى في حاجة تركز معايا فيها كويس جدا لانها مهمة ولازم تعملها بجانب عملية التقديم. بيقول لك هنا عشان حضرتك تقدم للمنحة دي شفته لما جينا تكلمنا هنا قلنا ان لازم تجمع الاوراق دي وترسلها لهذا الايميل. بيقول لك في خطوة اضافية لازم تعملها. وهو انك تقدم شخص عادي على احد برامج الماجستير اللي موجودة هنا. يعني انت شفت التخصصات دي لازم تدخل يعني التخصص المناسب اللي انت عايزه تدخل لهذا التخصص وتقدم لي كأنك شخص عادي بالتوازي مع التقديم للمنحة. يبقى لازم تقدم بالتوازي مع المنحة لازم تقدم على درجة الماجستير. وتحاول تخلي تقديمك قريب في خلال هذه الفترة عشان عملية مراجعة التقديم آآ بالنسبة لي الخطوة دي بتاخد وقت شوية. فمسلا ما تستناش لحد اخر وقت وتقدم. لا تقدم مثلا آآ آآ قريب شوية. يعني ما تأخرش نفسك كتير. فانت عشان تعمل الخطوة دي بجانب التقديم للمنحة اللي احنا قلنا عليها تعمل الخطوة دي لازم تختار برنامج بالبرامج دي اللي انت حابب تقدم ليه. فلكن انا مختار مسلا عايز آآ مسلا بزنس انفورماتيكس تمام? تروح تضغط عليها. تضغط على بزنس انفورماتيكس دي. هيدخلك ليه الموقع بتاع الجامعة. دي الجامعة تمام? اللي هي فينة ويتلاقي هنا بشرح لك عن اللي هو خاص بيه آآ بيقول لك آآ بيعني آآ ازاي بيكون وما الى زلك وهتلاقي التخصصات. تروح تضغط على بزنس انفورماتيكس تاني. ده الكود بتاعها. تضغط عليها. هيدخلك هنا للصفحة الخاصة بالبيزنس انفورماتيكس. بيقول لك هنا ان مدة الدراسة فيها اربع سمسترات. تمام? آآ لغة الدراسة هتكون اللغة الانجليزية. بيعرفك بعض التفاصيل عنها. وهنا حضرتك بتروح للجزء ده. هاو آآ ازاي بأملى ليه التخصص ده. وتضغط على تضغط عليها. تمام? لما حضرتك هتضغط عليها هيوجهك لصفحة تانية. اللي هي صفحة بقى لإيه? آآ آآ ازاي تملى الخاص بالبروجرام ده. تمام كده? فيزر عندنا اول شيء هزر عندنا بالشكل ده اللي هي صفحة التسجيل في المواقع الخاص بالجامعة. تمام? فانا هزر لنا بالشكل ده. فبيقول لك انك تحط اليوزر نيم وتحط الباسورد بتاعك وتضغط على عشان تدخل ليه وتملى الخاص بالمنحة. فانت لازم الاول تعمل على موقع الجامعة. بعد كده لما تعمل هتاخد اليوزر نيم اللي هيوصلك وتاخد الباسورد. وتعمل وتدخل ليه المنحة. وتملى بعض البيانات المطلوبة منك. ويبقى انت كده قدمت في هذه الخطوة. تمام? وبعد كده تكمل الخطوة العادية بتاعتنا. اللي هي اللي احنا كنا شرحناها. انك تجمع الاوراق دي وترسلها لهذا الايميل. اه طبعا الخطوة دي سهلة. يعني انت هتعمل على الموقع وتملى البيانات المطلوبة منك. وبعدين تروح تقدم الاوراق هنا. تمام? طبعا انا مشرحتهاش بس يعني عشان الوقت. ولكن الموضوع بسيط هنا. وخلي بالك انت ممكن تقدم الوراق الاول ما فيش مشكلة. وبعد كده تعمل الخطوة دي. او عايز تعمل الخطوة دي الاول. بعدين عايز تقدم الوراق ما فيش مشكلة. عايز تعمل تبدأ بيها ما فيهاش مشكلة خالص. تمام كده? ده بالنسبة لعملية التقديم في هذه الفرصة. وزي ما هم وضحوا لازم يكون التقديم لاي برنامج من برامج الماجستير متوازي. تمام? هم كتبينها. متوازي مع التقديم اه لمنحة اللي هي ارسال الاوراق هنا. تمام كده? يبقى المنحة صراحة منتازة جدا. فيها راتب شاري خمسمائة يورو. فيها رسومة دراسة كاملة بالمجان. المنحة متاحة للاناس فبالتالي مش هيكون عليها تنافس كبير. فانت فرصتك في القبول هنا بتكون اعلى بازن الله. اه فلو حابين تقدموا لها ريت لان اخر معاية تلاتين نوفمبر الفين واشرين. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق والقبول اللي يكون فيها زي المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.